عشان نفهم الـ acquisition بتاعنا بنفهمه عن طريق consonant هوا dated emergency disagreement المفيش اي اختلاف خالص يعني هو ده عن فريد ترانسوميشن بتاع الصورة هنلاقي ان احنا فيه ضريب جدا بين الحاجة اللي احنا بنعملها و بين هنلاقي السيجنال اللي احنا بنعملها هي عباره عن رو جوة بتاعي او جوة الفريد ترانسوم بتاع الصورة بتاعتي يعني بمعنى هي بتعبرلي عن في الكيس بيس الرو ده بتحط فين بقى باعتمد على او بتاعي فين بالزبط يعني هنا انا بحط الفيزي انكودين بتاعي بكذا قيمة كل واحدة من القيم دي ممكن احطها بالشكل ده كده اساسي باين ان في عندي كذا قيمة فلما بخطها مثلا يبقى معناه ان انا باخد او باخد الرو اللي في الاخر خالص اللي تحت خالص ده لما بحطها باخد الرو اللي فوق خالص ده مين بقى النقطة دي وبين النقطة دي انا باخد كل الخطوط اللي موجودة عندي في الـ او في الـ بتاع الصورة بتاعتي وانس ان انا عملت كله اقدر عمله عشان احصل على الصورة فباسيكلي عندنا هنا في النقطة اللي هو في الـ ده كده ده عبارة عن الـ الرو ده كي اكس والكولوم ده عبارة عن الـ هنلاقي ان احنا هنا احنا هنا بنـ على مجرد ان احنا نعمل للاكو سواء كان او سواء كان ايه كان يعني بايسيكلي احنا بنعمل هنا سامبلنج للايه للمرحلة دي كلها بتبقى في حلال مثلا من الكلام على ميلي ساكنز انما لما بتكلم على الجزء اللي هو بتاع الفرق بين كل واحد والتاني تي ار يبقى معنى كده احنا بايسيك الوقت اللي بيبقى انقضى عندنا بيبقى من اول هنا لغاية هنا يعني بمعنى ان انا بتكلم على الـ من اول هنا لغاية هنا دوت يعني الـ بتاعي 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 وبيعتمد على عدد الروز كام ما بيعتمدش على عدد الكولومز كام يعني في الـ ده كده اضرع من سامبلنج زي ما انا عاوز الـ التاني السامبلنج بتاعي فيه مكلف يعني كل سامبل فيه او كل رو فيه بيكلفني تي ار و تي ار زي ما شفنا من شوية ممكن يبقى حاجات مثلا زي يعني معنى كده لو انا زودت مسلا 100 رو يبقى معنى كده زودت 100 ساكند يعني بتكلم على الـ زي هذا فطبعا ده بيبقى مكلف بالنسبة لي وازم اخد الكلام ده في اعتباري وانا بـ بتاعي او انا بحدد انا هعمل بتاعي ده ازاي فباسيكلي زي ما كنت بقول عندنا الكي سبيس هو الديتا سبيس يعني هو ناتشورالي كده السيجنال اللي بتجيلي ده عباره عن رو جوه الكي سبيس بتاعي اوكي فاحنا باسيك عندنا الكي اكس والكي واي بيتحدده ازاي بقى ممكن نحددهم باكويجنز في منطقة البساطة ان احنا عندنا الكي اكس هي الانتجريشن بتاع الجي اكس من اول البداية الخاص غاية تي البداية دي معناها بعد اعرف بلس على طول والكي واي عبارة عن انتجريشن من زيرو ルجي واي فمعنى كده ان لنا عشان احدد مكاني في الكي سبيس عشان اعرف النقطة الحالية اللي عندي مكانها فين بعمل الانتجريشن ده عشان اشوف مكان النقطة بتاعتي فين عشان اقدر اعمل인데요 بتاعتي مع الكيس بتاعي بطريحة مظبوط فمعنى كده ان لو عندي مثلا الجي اكس ده عبارها عن بلس كده هلاقي انها فعلا بتمشي بشكل لينير اوكي نتيجة انها بقى إنتجريت بولس هنا بقى الجزء ده ده بتبقى عبارة عن بولس والبولس دي بتبقى قبل أصلا فمعنى كده انها بتبقى كيميليتد كلها يعني بقى إنتجريت دي كلها حسب ال جي واي بتساوي كام وتبقى لها قيمة ثابتة لما باجي بعد كده بقى كلكت بقى في الفريقونسي انكودينك بتبقى فيز سوبر امبورزة على الايه سوبر امبورزة على السيجنل بتاعتي وطبعا هنا كل ما أحب أغير كي واي بغير الجريديم بتاعي بحيس في الاخر يبقى الانتجريتشن بتاعي ده بيختلف الكي سبيس نفسه بقى لو احنا بصنا عليه نلاقي عندنا هنا زي اي فريقونسي يعني سبيس في الدنيا هيبقى عندي هنا ستب دلتا كي اكس الريزولوشن بتاعتي في كي سبيس وفي عندي باندويت بقى اللي هو كي اكس ماكس بتاعي او الباندويت بتاعي في الاكس بتاع بيساوي كبه. ده لما بروح للامج سبيس. اوكي? الكلام ده بيبقى في الاخر صورة. والصورة دي لها ستاب دلتا اكس او رزولوشن دلتا اكس. وفي عندي بقى المسافة بتاعت الصورة او السايز بتاع الصورة نفسه بسميه الفيلدوف فيو اكس. اوكي? نفس الكلام بنسبة للواي. دلتا كي واي. وبردو باندويت واي برضو مقابل دلتا واي والفيلدوف فيو واي. اوكي? بيبقى في علاقات مشهورة جدا جاينة من الفوري ترانسوميشن بقى. ان انا في عندي حاجات بتتقلب في الفريقونسي دومين. يعني لما بكلم على الباندويت بتاعي. كل ما الباندويت بتاعي كبر كل ما السيجنل بتاعتي ايه? كل ما السيجنل بتاعتي اتضغطت. يعني لما بقى عمل كومبريشن للسيجنل بتاعتي في دومين بتروح الناحية التانية تبقى اكسباندد. والعكس صحيح. فلاقي عندي العلاقات الاساسية بتاعت الفريكونسي أو بتاعت الفوريز دومين. ان عندي الدلتا كي اكس باي دفينيشن بتساوي واحدة على فيلدوف فيو اكس. اوكي? والكي اكس اللي هي الماكس من نفس الكلام بالنسبة لناحية التانية الدلتا اكس اللي هي موجودة في اليميج بقى. هي عبارة عن واحدة على كي اكس اللي هي الباندويت بتاعي هنا بيساوي كم? اوكي? فالعلاقات دي علاقات اساسية جدا? وبتربط ليا اللاقه بين الكي اس بايص و Bruit الامج. انا بالنسبة لي وانا بعمل او الطبيب هو بعمل او او ما بنبقاش بنفكر في احنا نفكر في الصورة. فهدلوقتي بفكر في الصورة ان بتاعي بمسلا 20 سنتي في 20 سنتي. بفكر في ان انا عايز بتاعتي تبقى مثلا حاجة معينة. يعني مثلا الصورة تبقى 128 في 128 او متنستة خمسين في 56 وده على اساس كده بيتحدد منها على طول فورا الدلت اكس بتاعي بيساوي كام لان هي بتساوي الفيلد فيو على عدد النقط. اوكي? فبالتالي احنا عايزين نترانسليت الكلام ده بقى لايه? لطريقة سامبلنج في كي سبيس. ونفس الكلام بالنسبة للواي داركشن. هو نفس الكلام بالنسبة ال اكس وهو نفس الكلام بالنسبة الواي. يعني دلتا كي واي بتساوي واحد على فيلد فيو واي وهكزا. اوكي? فاحنا دلوقتي عاوزين بقى نستعمل الحاجات دي عشان في الاخر نوبتمايز الاكوزيشن بتاعنا يبقى عامل ازاي?